هكامل معكم أمثلة جديدة أنا أحب الصفر كثيراً يبقى الجملة عندي أنا أحب الصفر كثيراً هنبص أنا طبعاً ده ضمير طبعاً يبقى ده معرفة لأنه احنا قلنا الضمائر المتكلم لغائب المخاطب كلها معرفة طبعاً أحب هاسب عشان ده فعل لأن احنا قلنا النكرة والمعرفة لازم يكون اسم من نجع وبيها طبعاً الصفر بدون ما تكلم فيها ألف هلام وكل كلمة معرفة بقل تبقى معرفة كثيراً جاية في الآخر وبدون ألف هلام وفيها كمان تانوين وبيها بدون ألف هلام يبقى طبعاً ده نكرة نشوف جملة تانية رجع أبي من العمل سعيداً رجع فعل ما ليش دعوا به لأنه قلنا النكرات والمعارف في الأسماء أبي طبعاً ده معرفة علشان فيه ليأدي مضاف إليه من ما ليش دعوا به عشان حرف جر أشوف العمل طبعاً بدون ما تكلم معرفة فيها ألف هلام طبعاً سعيداً جات في آخر الجملة وكلمة نكرة بدون ألف هلام وفيها كمان إيه تانوينة أشوف جملة كمان أحوك كريم مع الناس أحوكك كريم مع الناس أحوك معرفة ليه يا حلوين عشان لك الجملة الضمير دي مضاف إليه فيها هنا معرفة بالإضافة علشان جايبها ديها مضاف إليه لهو الضمير المتصل طيب كريم أمش أحوك اسمه كريم لا له كريم مع الناس أحوك كريم مع الناس طبعا ده ناكرة طبعا عشان بدون ألف ولام مش جاي بعدها مضاف إليه الناس طبعا دي معرفة بالإيه بقل شوف جملة كمان ظهور ظهور الحديقة جميلة ظهور طبعا دي معرفة ماذا ازاي معرفة وجاي بدون ألف ولام بس جاي الكلمة اللي بعديها مضاف إليه فهي في الحالة دي معرفة بالإضافة عشان جاي بعديها مضاف إليه فكلمة ظهور معرفة طبعا والحديقة معرفة بقل فيها ألف ولام طبعا كلمة جميلة في الآخر اللي واحديها بدون ألف ولام ناكرة